تشفت الإدارة المحلية في قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار عن رفع أكثر من ألف تجاوز على الشوارع والمناطق العامة تسببت بعرقلة المشاريع الخدمية مؤكدة مضيها بتنفيذ تصاميم الأساسية للمدينة وذلك لتمكين الدوائر الخدمية والشركات الاستثمارية من ممارسة عملها خلال أيام الماضية باشرنا بعملية كبرى التي هي عملية رفع التجاوزات على الشوارع والأزقة والساحات والحدائق العامة كان الغاية منها الحقيقة تمكين الدوائر الخدمية وتمكين المحافظة من المباشرة بعملية إحالة المشاريع ومثم تنفيذها للأسف الشديد هناك الكثير من المواطنين اللي يعني عملوا بشكل أو بآخر لغرض عرقلت هذه المشاريع من خلال تجاوزهم على الكثير من الشوارع الحقيقة بالبداية كانت هناك نوع من التهاون في هذه الجزئية في الحكومات السابقة لكن بعد الاستقرار السياسي والأمن الكبير وأيضا مباشرة بعملية الإعمار كان لزاما علينا تنفيذ التصاميم الأساسية للمدينة ومتمكين البلدية والدوائر الخدمية الأخرى والمحافظة وكل المقاولين والشركات الاستثمارية من الباشرة بعملية إنشاء مشاريع داخل المدينة أعتقد الإنجاز حصل خلال فترة الماضية برفع أكثر من ألف تجاوز تقريبا داخل المدينة كان أهم هالتجاوزات الخاصة بالشوارع الخدمية والشوارع الحولية داخل المدينة أتصور أننا لن نتهاون في هذه الجزئية اليوم القضاء يعمل بشكل قوي جدا بشكل كبير جدا لغرض يعني حالة كل المتسببين وكل المخالفين إلى القضاء بموجب حكام قرام سقاة ثورة المرقمية 146 سنة 2002 أتصور الأمور تسير بشكل أو بآخر نحو الأفضل خاصة وأننا نعمل الآن لأجل إعمار مدينة الرمادي وعادتها إلى وجهها الحقيقي إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر